تقدم المحامي ثمير صبري بصفة وكيل عن ورسة فضيلة الإمام الشيخ الشعروي ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة إلهام شهين لإسائتها وتطاولها على فضيلة الإمام الشيخ الشعروي وذكر المحامي ثمير صبري أن الفنانة إلهام شهين قامت بشن هجوم حاد على الشيخ الشعروي حيث كشفت عن رأيها في تقديم سيرة الشيخ محمد متول الشعروي في عمل فني مشيرة إلى أنها ترى أن آرائه وأفكاره لا تناسب العصر الحالي بينما تناسب عصر الجاهلية وأضافت إلهام شهين قائلة أنا شفت له فيديوهات وأراء لا تناسب العصر كانت تناسب عصر الجاهلية زي إباحة ضرب المرأة وترك المريض بلا علاج حتى يموت وقتل تارك الصلاة واللي يتجوز مسيحية لا يعاملها بالحسنة فكلامه ده غير مناسب للعصر وأراء لا تناسب المجتمع ولا أهمية من تقديم سيرته وآل المحامي سمير صبري أن ما صرحت به المبلغ ضدها قد أساء إساءة بالغة بالمبلغين وفضيلة الإمام الشيخ الشعراوي مما يحق لهم التقدم بالبلغ ضدها متلمسين إصدار الأمر بالتحقيق فيه وإحالة إلهام شهين للمحاكمة الجنائية ترجمة نانسي قنقر